ملاح طيف في الكرى أو فاح مدح الشعرى أو سافر الطير إلى من فضلك وافق وأعدك سأعلقك على صليب الحقيقة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله إخواني أخواتي السلام الله عليكم ورحمة وبركاته حياكم الله إلى لقاء يتجدد مدارس السبت لتعليم المبشرين المسيحيين دينهم من الأليف إلى اليوم حديثنا اليوم حول تكذيب البعض لما قاله القرآن الكريم في حكايته عن عقيدة المسيحيين أنهم كانوا يعبدون مريم العذراء فهل كان المسيحيون بالفعل يعبدون مريم العذراء كما قال القرآن الكريم أم أنهم لم يكونوا كذلك ثم إذا كانت مريم العذراء معبودة للكثريك فهل يعني هذا بالضرورة أن فيها جزءا إلهيا أو أنها كانت أقنوما من أقانيم اللهوت هذا ما ندردش عنه اليوم بإذن الله تبارك وتعالى فحياكم الله وأهلا بكم فحياكم الله أهلا بكم وانسي شعبك لأنك أنت يا بنت يا جميلة هتبقي ملكة السماء أنت هتبقي أم الله أنت هتبقي أم الله ارتباطك النهاردة مش بآدم وشعبك هيبقى ارتباطك بالملك الملك اشتهى حسنك والملك هو ربك الملك اشتهى حسنك والملك هو ربك أظن ما فيش وضوحك تاني من كده جاي يخطبك عشان تكوني أم الله جاي يخطبك عشان تكوني أم الله قبل أن نبدأ حلقتنا اليوم أود أن أشير إلى حلقة سابقة أرى من الضرورة أن يراجعها الإفق هل يؤمن المسيحيون أن مريم هي زوجة الله هي عروس الله ما طبيعة العلاقة بينها وبين الروح القدس كيف أخصبها الروح القدس كما يقول قدسه الكنيسة أتمنى أن تعاودوا النظر في هذه الحلقة المهمة موضوعنا اليوم يبدأ من آية كريمة قول الله تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب هنا تثور ثائرة بعض المسيحيين الذين يشرفني أن أدرسهم في مدارس السبب فيقولون القرآن ينسب إلى المسيحية ما لم تقل فإن المسيحيين لا يعتبرون مريم أقنوما من أقانيم الله ولا يعتبرون فيها جزءا من أجزاء الله لذلك ما ينسبه القرآن إلى عقائلنا هو خطأ محب هؤلاء ينبغي أن يتعلموا في مدارس السبب لهؤلاء أنشأت مدارس السبب حتى يتعلم هؤلاء دينه نعم أيها الأحباب الكرام ما حكاه القرآن الكريم حقيقة ناصع يعرفها كل كاثوريك الدنيا بل حتى الأرصدوكس لهم فيها نصيب لكن هم يحاربون القرآن ويصدون عنه بالكذب الصراح قبل أن نشرع في الحديث عن معتقد الكاثوريك في مريم العذرة دعونا نقول ماذا يعني أن يعبد شيء ما من دون الله تبارك وتعالى هل يعني بالضرورة أن هناك حلولا إلهيا كان فيه هل حين عبد الأصنام كفار قريش كانوا يعتقدون أن اللات والعز ومنات الثالثة الأخرى كانوا يعتقدون أن هبل كان أقنوما من أقانيم الله أبدا هل كانوا يعتقدون أنه جزء من أجزاء الله الجواب لا هل كانوا يعتقدون أن فيه حلولا إلهيا الجواب لا إنما كانوا ينسبون إلى هذه المخلوقات سواء كانت أحجارا أو أشجارا أو بشرا كانوا ينسبون إليها من صفات الله ما ليس لها كانوا ينسبون إليها قدرة من قدرة الله العظيم كانوا ينسبون إليها ما يختص به الله تبارك وتعالى لذلك كانوا يتوجهون إليها بالعبادة والتعظيم لا تعتقدوا أن أغسطس عندما زعم هذا الأمبراطور أنه إله كان يعتقد أن له تنحل فيه أو أنه الأقنوم الرابع المكمل للثالوثي اليوناني لا لم يقل هذا ولم يكن الرومان يعتقدون فيه ذلك إنما كانوا يعتقدون أنه شخص فوق العادة ولأنه فوق العادة يستحق العبادة هذا هو معتقد الوثنيات كما سنرى بعد قليل نبدأ بقول الله تبارك وتعالى وهو يحكي لنا عن كفار قريش كيف كانوا يمارسون الوثنية ماذا يقول ربي تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء أي أننا حينما نعبد الأصنام لا نعبدها لاعتقادنا أنها أقنوم إلهي أو فيها حلول إلهي إنما نعتقد أن هذه رمز تدل على الله إنما هي كائنات وسيطة جعلها الله بيننا لماذا؟ لأننا لا نرى الله لا نستطيع أن نتعامل مع الله مباشرة فنحن نتعامل معه من خلال هذه الوصائف لكن لو سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن خلقهن العزيز العليم إذن هم لا يعتقدون أن هذه الأصنام هي كائنات إلهية إنما يعتبرونها وصائق لأنها وصائق لأنها رموز تدل على الله فهي تستحق العبادة يعبدونها لماذا؟ لأنها تقربهم إلى الله زلفا في آية أخرى يقول ربي تبارك وتعالى وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُونَ طيب ليش؟ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ هم يعلمون أن هذه أصنام هم الذين صنعوها يعلمون أنها من الأحجار والأشجار لكنهم يعتقدون أن هذه الأصنام هي رموز تدل على الإله تصلهم بالإله لأنه لا يمكنه الوصول إليه يقول ربي تبارك وتعالى أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا إذن اتخاذ شيء من دون الله شفيع من غير أن يأذن الله له بالشفاعة فهو أيضا نوع من الكفر ونوع من الوثنية هذا ما يعتقده المسلمون بخصوص عبادة غير الله تبارك وتعالى والحال نفسه نجده حين نقرأ في الكتاب المقدس فمثلا يحكي لنا سفر القضاة عن عبادة بني إسرائيل لمختلف الأصنام عبد البعليم اللي شايفين صورته والعشتاروت وآلهة آرام وآلهة صيدون وآلهة مؤاب وآلهة بني عمون وآلهة الفلسطينيين عبدوا كل هذه الأصنام هل كانوا حين يعبدون الأصنام سواء هم أو السكان الأصليين لفلسطين هل كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام أقنوم رابع من أقانيم اللهوت الوثني المعروف الوثنيات السابقة الجواب لا هل كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام فيها حلول إلهي الجواب لا إذن ما هو اعتقادهم فيها؟ كان اعتقادهم فيها أنها رموز حاضرة يرونها بأعينهم تدل على الإله الغائب الذي لا يرونه تقول دائرة المعارف الكتابية من شاء عبادة الأصنام كان الإنسان وهو محدود المكان والزمان يميل دائما إلى التعبد لرمز منظور لإلهة رمز منظور يراه كان تواقا إلى شيء منظور ملموس يمثل حضور الإله الإله غير مرئي لكن هذا الرمز المنظور الملموس يمثل أو يرمز إلى الإله حاول أن يستبدل الله غير المنظور بآلهة كاذبة يراها ويلمسها إذن هذا منشأ عبادة غير الله تبارك وتعالى ثم يتحدث دائرة المعارف الكتابية يتحدث عن صور العبادة ما هي الصور العبادة التي كانت تقدم إلى هذه الآلهة يقول كان الإنسان يتعبد لهذه الأصنام بحرق البخور السجود تقبيل التمثال وضع التمثال يدل على هذا الإله ثم يقوم بتقبيله تغشيته بالفضة والذهب نعم التكريم والإجلال تزينه بالأحجار الكريمة واللآله كسوته بالثياب الفاخرة وكانوا يقيمون لها أحيانا محاريب ويعينون لها طائفة من الخدم يعملون على خدمتها بهذه الطرق وغيرها كان الإنسان يعبد الأصنام عبادة الأصنام ليس فقط بالسجود لها الوقوف بتبتل لها الخشوع بين يديها طلب الخير منها طلب دفع الضر منها التشفع وطلب الشفاعة منها كل هذا يعتبره الإسلام وكذلك الكتاب المقدس يعتبره صورا من صور الوثنية صورا من صور العبادة لغير الله تبارك وتعالى ويندد به القرآن ويعتبره عبادة لغير الله تبارك وتعالى من الصور أيضا اتباع الأحبار والرهبان بالتحريم والتحليم وهذا ما حكاه الله عز وجل عن صورة من صور عبادة وثنية تسربت إلى المسيحية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هل معنى ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الرهبان أقنون من أقانيم اللهوت الجواب لا هل كانوا يعتقدون أن الرهبان فيهم حلول إله الجواب لا إنما نسبوا إليهم صفة من صفات الله عز وجل خصيصة من خصائص الله تبارك وتعالى وهي التحريم والتحليم لذلك لا أتوقع من رجل لم يفقه الإسلام أن يقول بأن الإسلام يجعل مريم أقنوما من أقانيم اللهوت لأن النصارى يعبدونها فإن الإسلام نسب إليكم عبادة الأحبار والرهبان ولا أحد في الدنيا قال بأنهم زعموا بأنه أقنوم من أقانيم اللهوت إذن عبادة التحليل والتحريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون في الحديث والحديث في إسناده ضعف أن عدي بن حاتم رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من ذهب فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اطرح عنك هذا الوثن فسمى الصليب وثنا لماذا؟ لأنهم يقفون أمامه بخشوع وتبتل ولربما طلبوا منه فسماه النبي صلى الله عليه وسلم وثنا فلما سمع هذه الآية الكريمة قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم إحنا ما بنعبد هؤلاء الأحبار والرهبان إحنا بنسألهم بجاوبهنا فقال عليه الصلاة والسلام أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم بمعنى السجود لكنهم كانوا إذا أحلوا شيئا استحلوه وإذا حرموا شيئا حرموه فتلك عبادتهم إذن العبادة ليست لها صورة واحدة لها مجموعة من الصور من بينها إعطاء أحد من الخلق بعض من صفات الخالق تبارك وتعالى فهذا في الحقيقة نوع من الوثنية مارسته المسيحية وندد به الإسلام تعمل شغل رهيب مش هتجي لك مش هتجي لك يعني بتروح للجرام مش هتجي لك أنت يا أخي بس أنت إيه بس خلي بالك أكتر حاجة تدايها الست العدرة إنك تعبتها وتنسى ابنها تطنشك إيه اللي ابنها من أول يوم تبتهي بروحي بالله إيه ما درسي تقتلها أنت إيه فوق أنا ساعدك وشيلك وعرفك بابني السؤال يا سادة هل عبد المسيحيون مريم من دون الله تبارك وتعالى كما قال القرآن الكريم سنرى ما تقوله المصادر المسيحية نبدأ بالدكتور على عيد يحدثنا في كتابه العذراء مريم في اللاهود المقارنة يقول هناك ثلاث نظريات في المسيحية عن مريم العذراء النظرية الأولى هي قول الكاثوليك النظر لها كأقنوم رابع كمش أقنوم رابع كأقنوم رابع هذا قول الكاثوليك الثاني التقليل غير اللائق لبروتستانت الثالث هو الإكرام الفائق اللي هو مذهب الأرثوذوكس وهو الرجل أرثوذوكسي ماذا يقول في موضوع كأقنوم رابع يقول هذه النظرية أنسبها للكنيسة الكاثوليكية لاحظ عزيزي القارئ أني قلت كأقنوم ولم أقل أنها أقنوم لأن الكنيسة الكاثوليكية لا تعتبر مريم ضمن الثالوث الأقدس ولا تعتبرها أقنوما رابعا بإضافتها إلى الآب والابن والروح القدس إنما عظمتها بصورة مبالغة أصبحت بها تقريبا معادلة للثالوث الأقدس معادلة مساوية للثالوث الأقدس فقد منحت الكتلكة العذراء ألقابا وصفات لا يتصف بها سوى الرب يسوع المسيح وحده ولا يجوز أن يتصف بها أي شخص آخر إذن هناك ثلاث جهات جهة تعتبرها كأقنوم رابع من أقانيم اللهود وجهة تقلل من قيمتها البروتستان والأرثولوكس يكرمونها هو يقول لا يعبدونها يكرمونها إكراما فائقا سنرى بعد قليل الآن ماذا يفعل الكاثوليك يعتبرونها معادلة للثالوث الأقدس يمنحونها ألقاب الله صفات لا يمكن أن يقبل أن يوصف بها إنسان إلا المسيح الذي هو عندهم الله لا يجوز أن يتصف بها أي شخص آخر إذن لا نقول نحن المسلمين بأن مريم هي جزء من الثالوث الأقدس القرآن لم يقل هذا أبدا أبدا القرآن لم يذكر منهم أعضاء الثالوث الآب غير مذكور في القرآن الإبن من حيث أنه واحد من الثالوث غير مذكور في القرآن الروح القدس من حيث أنه واحد من الثالوث غير مذكور في القرآن الكريم القرآن لم يذكر أسماء الثالوث الأقدس إنما ذكر أن مريم تعبد من دون الله ولم يقل بأنها واحد من الثالوث الأقدس الآن ننتقل إلى مصدر آخر أو نفس المصدر خلينا مع الدكتور علاء يقول فعندما تطلق الكثيروكية عقيدة كهذه ترفعها إلى منزلة الإله إلى منزلة الإله وأيضا هناك صفات عدة لمنحتها الكثلكة للعذراء ترفعها إلى قدر المساواة بالله المساواة بالله ويذكر بعض الأقوال التي يرتلونها منها يا قلب مريم الحلو كن خلاصي فهذه العبارة البسيطة تمنحك غفران ثلاثمائة يوم إذن المسيحية الكثوليكية تنسب إلى مريم صفات الله تبارك وتعالى بحسب هذا المرجع المسيحي هل ما قاله هذا المرجع يتفرد فيه عن المراجع الأخرى؟ الجواب لا الأنبا أستاذ البحث العلمي رجل أرسوذوكسي يقول كما أخطأ الكثري فرفعوها إلى مقام الألوهة والعصمة الحبل من غير دانس كما سنتحدث عنه إلى مقام الألوهة والعصمة هذه مقامات إلهية خصائص إلهية منحتها الكثوليكية لمن؟ لمريم العذراء ثم عبدتها أيضا يقول جارجوريوس إننا يعني إحنا الأرسوذوكس لم نرفعها إلى مقام الألوهة كما فعل الكثوليك الكثوليك اعتبروها إلها كما قال القرآن أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله هنا يقول رفعوها إلى مقام الألوهة إن الكنيسة المقدسة يعني الأرسوذوكسية ترفض هذا التعليم في لبنان يحكي لنا الفيلسوف رينان عن عبادة العذراء في لبنان الموارنة في لبنان تستطيع أن تعتبرهم جزءا من الكثوليك مع أنه في فروق بينهم وبين الكثوليك ماذا يقول عنهم رينان إن عبادة العذراء متأصلة في قلوب كل اللبنانيين فهي التي تحبط مصاعي البروتستانت فيما بينهم فإنهم يتساهلون بكل الأمور ويسلمون بها لكن حتى البروتستانت إذا دعوتهم إلى ترك التعبد للعذراء شعروا برباط لا تقوى عليه عزائمهم يقيدهم ويمنعهم إذن حتى البروتستان حتى البروتستان فإنهم كانوا في لبنان يعبدون مريم طيب الآن كم نسبة الكثوليك على وجه الدنيا؟ خمسين في المئة من المسيحيين الموجودين على وجه الدنيا أو أكثر حتى ستين في المئة هم من الكثوليك إذن القرآن كان محقا حين وصف هؤلاء بأنهم يعبدون مريم إذا أضفنا عليهم البروتستانت اللبنانيين؟ طيب هل يمكن أن نضيف عليهم الأرثوذكس المصريين؟ الجواب برأي بعض الناس؟ نعم الآن الأرثوذكس ينفون عن نفسهم أنهم يعبدون مريم العذراء لكن لنستمع إلى هارب من الكنيسة الأرثوذكسية الدكتور حنين عبد المسيح ماذا يقول؟ له كتاب عنوانه بدعة تأليه العذراء وعبادتها في الكنيسة الأرثوذكسية هو يتهم الأرثوذكس الذين تركهم بأنهم يعبدون العذراء وله مناظرة في هذا الموضوع يقول عن صور العبادة منها أنهم يسمونها القديسة الشفيع تذكروا القول الله عز وجل عن عباد الأصنار ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة أم اتخذوا من دون الله شفعاء يعتبرونهم شفعاء يقول تقديم الصلوات والتضرعات والتوسلات والطلبات والدعوات للعذراء هذا ما يفعل من؟ الأرثوذكس ماذا يقول الدكتور حنين؟ على الرغم من أن الكنيسة الأرثوذكسية تدعي أنها لا تعبد العذراء لكنها تكرمها وتتشفع بها فقط إلا أن الحقيقة أن طقوس هذه الكنيسة مليئة بالصلوات والتضرعات والتوسلات والطلبات والدعوات التي تقدم للعذراء مباشرة من دون الله كما قال القرآن الكريم ويعبدون من دون الله التي تقدم للعذراء مباشرة من دون الله وكأنها إلهة تسمع وتستجيب الناس في كل زمان ومكان ثم يقدم أمثلة منها هذه الترتيلة يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة نسألك هذه العبادة الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام نسألك أيتها المملوءة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا هذه صلاة الساعة الثالثة يطلبون منها الخلاص يطلبون منها هي أن تخلصهم من دعواتهم إياك أدعو أن تساعديني لألا أخذى أيتها العذراء اسبلي ظلك اسبلي ظلك السريع والمعونة على عبدك وأبعد أمواج الأفكار الردية يطلبون ممن؟ يطلبون من العذراء إذن العذراء بحسب حنين عبد المسيح الأرثوذوكس السابق هم أيضا يعبدون مريم العذراء الأرثوذوكس يعبدون مريم العذراء نعم هذا ما يقول واحد منهم وهو يدري أنهم ينفون ذلك لكن يقول لهم صلواتكم فيها عبادة لمريم من دون الله تبارك وتعالى خلنشوف مرجع آخر يذكر لنا نموذجا من عبادة الأرثوذوكس لغير الله تبارك وتعالى عبادتهم لمريم يحكون عن قضية نقل الجبل المقطن تلك الكذبة الكبيرة التي راجت في زمن من الأزمان وما زال هناك بعض الناس يعتقدون أن جبل المقطن لم يكن هذا محل إنما نقل ثم رجع مرة ثانية قصة ينبغي أن يقولها الإنسان لبعض أولاده حين يريد أن يضحك عليهم المهم طلب الوالي من الأنبى إبرام البطريك رقم 62 للإسكندرية أن ينقل جبل المقطن وهدده بتعذيب الأقباط إن لم يفعل فانطلق الباب إلى كنيسة السيدة العذراء المعلقة وصلى أمام أيقونة العذراء أيقونة العذراء يعني الصنم الصغير التمثال الصغير الموضوع للعذراء اللي هو رمز لها صلى أمام أيقونة العذراء وعاكف على الصوم والصلاة إذن الصلاة أمام أيقونة العذراء يصنعه حتى الأرثنق ماذا نسمي هذا؟ نحن نسميه عبادة من دود الله أنت الأرثذوكس ما تريد سموه عبادة من دون الله سموه البدكم إياه بس نحن نعتقد أن الوقوف أمام الصنم والطلب من هذا الصنم أن يضر وينفع وأن يهدي الخلاص وأن يفعل وأن يساعد نحن نعتبر هذا وثنية هذا في العرف الإسلامي في القانون الإسلامي وثنية أنت اعتبرت وثنية ما اعتبرت وثنية بكيفكم لكن القرآن يقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله هذه الصورة نحن نعتبرها نوعا من تأليه غير الله تبارك وتعالى وليس شرطا أن يكون الإله ضمن الثالوث الأقدس من الممكن أن يعبد الأحبار والرهبان من غير أن يكون في الثالوث الأقدس ومن الممكن أن تعبد مريم وهو ينظر إليها كأقنوم رابع وليست أقنوما رابعا من الممكن أن تعبد من غير أن تكون واحدا من عناصر الثالوث الأقدس يقيل يا ولدي بص لجا اللي جاعدت جنبه جات يا أبوني إيه اللي مجاعدك هنا وطلعك من بيتكم جوم روح إيه اللي روح ومنتظرك على محطة القطر بس أنا زعلن منك جال لها يا ست انت بعيد عني وأنا عارف نسوان مصر أنت فكران عشان ما أنا صعيضي هترمي جدتك علي هو أنا شوفتك قبل كده ولا أعرفك روحي لحالك بعد عني أيوة دي اشتغلولي لسوان مصر قلت له بس زعلن منك يا ست هو أنا أعرفك قبل كده قالت له ما صلت ليش ليه جداس مبارح أبا هو أنت مين نسع أينيه من الدموع عشان يشوف أه ملاجهاش يا عسكر يا دفعة الست اللي كان جاعدة جنب قال له يا عم لحد جاعد جنب وانت راجل أصلك أسيس كده مخك فيه حباسية ومي عم روح باعد انت عدت من ساعة ما عادت وانت عدت تكلم نفسك ومي عم روح بعيد عننا أبونا راح لكبت وفي ستة واربعين ونزل باب الحديد ورجب القطرة نزل بني مظار لجأ إليا منتظره إيه عالمحطة قال له يا أبويا ده أنا منتظرك ليا خمس ساعات جاعد عالمحطة قال له ماما تجالت لي أمك جالت لي يا وارد انك انت منتظرنا قال له هي أم كمان راحت معاك قدرت التجنيد بتاعة مصر قال له يا وارد أمك في البيت قال له أم الأم مين قال له أمك العادرة كانت جاعدة معاي عرصية وزعلت مني وعمري مهضقت الجداساتها على المسبح وطلع أبونا ديمتري يصلي جداس شكرا ربنا أن إليا رجع بالسلامة وكان سيدنا البابا ينده أبونا ده يقول أبو الآباء لأنه عنده ابن راهب واثنين كهنة فأبونا ده اسمه أبونا أبو الآباء وصدق ولا بد أن أن تصدق نعم لقد صدق القرآن حين قال بأن النصارى يعبدون مريم العذراء أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهيني من دون الله لكن متى بدأت هذه العبادة متى بدأت عبادة العذراء يخبرنا القصة البروتستانتي أندرو ميلر في كتابه مختصر تاريخ الكنيسة يقول نشأت عبادة العذراء مريم من الروح التقشفية التي سادت في القرن الرابع هي لم تنشأ من الكتاب المقدس إنما نشأت من بعض الرهبان المترهبنين الذين رأوا فيها نموذجا رأوا في العذراء نموذجا ثم انتقلوا لاحقا إلى عبادتها يقول غير أنه رغما عن كل معارضة انتشرت العبادة المريمية الكنيسة بالبداية واجهت هذه العبادة لم تقبل بها لكن مع ذلك انتشرت هذه العبادة في القرن الخامس كما سنرى بعد قليل صارت توضع تماثيل للعذراء وهي تحمل بين يديها طفلها الإله يسوع بهذه الصورة تطورت الأمور بسرعة غريبة حتى صارت العذراء غرضا مباشرا للتعبد يعني صارت تعبد متى صارت تعبد في القرن الخامس إذن في القرن الرابع بدأت عند الرهبان هذه القصة قصة التعبد من أين أتوا قصة التعبد لمريم؟ في العام 431 ميلادي وهو العام الذي جرى فيه مجمع أفاسوس الشهير هنا ظهرت عبادة مريم لأول مرة ذلك في القرن الخامس يقول كان أعظم ما ظفرت به روح التكيف المتسامحة مع العبادة الآلهة الأم الوثنية واستحالتها إلى عبادة مريم أم المسيح الوثنيون يعبدون أم الإله وأيضا المسيحيون حولوا أم الإله إلى مريم كان الشعب هو البادئ بهذا التسامي لم ينشأ من أعلى لم تنشأ هذه العقيدة من أعلى نشأت من الشعب الذي رأى بأن الوثنيين يعبدون أم إلههم فلذلك كمان إحنا لازم نعبد أم إلهنا نبدأ بالقص أو الأسقف سيرييل كبير أساقفة الإسكندرية له موعظة في عام 431 يصف فيها مريم بكثير من العبارات التي كان الوثنيون من أهل تلك المدينة اللي هما الإسكندرية يصفون بها آلهاتهم الكبرى أرتميس ديانا إيش المدح الموجود في الكتاب في كتب الوثنيين وفي ثقافة الوثنيين للآلهة ديانا أو الآلهة أرتميس صار يصف العذراء هذا كبير الأساقفة صار يصف العذراء بنفس تلك الصفات وافق مجلس أفاسوس لهذا المجمع على تلقيب مريم بلقب أم الإله أو في الحقيقة أم الله والنصطور نفض هذا واعتبره نوعا من الوثنية وما لبثت أرق صفات الإلهة عشتاروت وسيبيل وأرتميس وديانا والإلهة إيزيس أن جمعت كلها في عبادة مريم إذن كيف دخلت كيف دخلت عبادة العذراء إلى المسيحية بدأت في عام أربعمية ووحد وثلاثين في القرن الخامس شافوا إيش الوثنيين بيقولوا عن آلهتهم أو أم إلههم قالوا ما هم أحسن مننا فلذلك عبدوا مريم العذراء جعلوا لها كل صفات أمهات الآلهة الوثنية ونقلوها وجعلوا العذراء إلهة كما كانت ديانة إلهة كما كانت أرتميس إلهة كما كانت إيزيس إلهة من هنا نشأت الوثنية في المسيحية القصة البوتستنتي سموئيد مشرقي يزيدنا وضوحا في هذا الموضوع فيقول ضار الجدل بين النصاطر عند تلقيب مريم بلقب أم الله كان هذا اللقب سببا كبيرا لإنشاء عبادتها وإثباتها إذا كانت هي مريم إذا كانت مريم أم الله فهي مستحق فإن كيرلوس أسقف الإسكندرية اللي توفي عام 444 مجمع أفاسوس كان 431 وكان هو بطل هذا المجمع الآن في 444 هذا الرجل وبروكلوس أسقف القسطنطينية اللي توفي 446 هما أول من أعطياها عبادة دينية من أول من أعطاها عبادة دينية كنيسة الإسكندرية الأرثوذكسية متى في عام 431 وما بعده إذن ما صار 444 إلا كانت عند البابا كيرلوس كانت عبارة عن معبود يعبد من دون الله تبارك وتعالى يقول هذا القسطنطيني وهكذا بدأت عبادة مريم بالتحقيق أثناء القرن الخامس أثناء القرن الخامس في هذه الفترة بدأت عبادة مريم وصارت آلهة تعبد من دون الله تبارك وتعالى ليصدق قول القرآن الكريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهيني من دون الله نعود إلى أندرو ميلر وهو يحكي لنا في نفس المرجع الذي كنا نستعرضه قبل قليل عن القرن الخامس يقول في القرن الخامس وضعت جميع الكنائس تماثيل وصور جميلة للعذراء وهي تحمل بين ذراعيها الطفل يسوي وبهذه الصورة تطورت الأمور بسرعة غريبة حتى صارت العذراء غرضا مباشرا للتعبد وأصبحت المريمية من ذلك الحين هي شهوة كنيسة روما المتحكم فيها ثم يقول إذن فعبادة العذراء أصبحت هي مبدأ من مبادئ كنيسة روما واستمرت هكذا حتى إلى يومنا الحاضر حتى إلى يومنا الحاضر وهي تعبد من دون الله لكن أندرو ميلار يقول قد يدأي أتباع روما الكاثوليك إنكار عبادتهم لمريم يقول نحن لا نعبد مريم لأن العبادة حق لله تبارك وتعالى وحده يقول هذا الكلام غير صحيح من الناحية العملية هم يقولون هذا لأنهم يعلمون بأن نصوص العهد القديم والمنقول عن المسيح يندد بالشرك والوثنية لكن ماذا يفعلون يبررون هذا الشرك ولكن رغما عن ذلك فإن الصلوات للعذراء تشغل حيزا هاما وكبيرا في كتب صلوات هؤلاء الكثلي ثم يذكر لنا نموذجا منها إننا نلتج إلى رعايتك يا والدة الإله المقدسة فلا تحقري طلباتنا وقت حاجتنا بل خلصينا من كل خطأ ثم ينقل صلاة أخرى فاذكر مريم في أخطارك في ضيقاتك في شكوتك اذكر مريم ادعو مريم نعم أيها الأحباب الكرام حين يطلب الإنسان حاجته من غير الله وهي حاجة لا يملكها إلا الله عز وجل فهذا في الحقيقة يعبد هذا الكائن لأنه ينسب إليه صفة من صفة الله تبارك وتعالى مثلا هذه الترتيل لو جاء مسلم ورتل بدل ما يقول يا أيها العذراء قال يا محمد هذا في الحقيقة عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم من دون الله إذن ما نسبه القرآن إلى المسيحيين هو صحيح بدليل هذه الترتيل المنتشرة عند الكثير يحكي لنا ويلديرانت يقول ولكن صلوات الشعب كانت توجه في الأغلب الأعم إلى عيسى ومريم والقدسين طيب ليش ليش بيعبد مريم والقدسين كما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهيني من دون الله يقول كيف يجرؤ الشخص المذنب الثاذج أن يوجه صلاته إلى ذلك العرش الرهيب البعيد يعني كيف يعبد الله عز وجل الله عظيم كيف أنا المذنب أتوجه بعبادتي إلى الله مباشرة إن عيسى لأقرب إليه من ذلك العرش لذلك كانوا يعبدون عيسى لكن أيضا عيسى إله كيف أنا مذنب أتحدث مع عيسى الإله فقالوا أحسن شيء بدل ما نعبد هذا العيسى خلونا أيضا نعبد وكلاء عنه مريم أمه والقدسين من أجل هذا بدى للناس أن من الحكمة أن توجه الأدعية والصلوات إلى أحد القديسين أو إحدى القديسات وهكذا نشأت عبادة مريم وعبادة القديسين التي حكاها القرآن الكريم فكانوا يقفون متبتلين أمام أيقونة مريم يدعونها من دون الله مصداقا لما قاله القرآن الكريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي يا إلهيني من دون الله تخلي بالا أكتر حاجة تدعيها الست العدرة إنك تعبدها وتنسى ابنها تطنشك إلا ابنها من أول يوم تبتهي بروحي بالله إيه قلصي تكتلها إنت إنت إيه فوق أنا ساعدك وشيلت وعرفت بابني أيها الأحباب الكرام هذا ليس كل شيء فسنعود بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة لعل حلقة أسبوع القادم بإذن الله للحديث في هذا الموضوع سيكون حديثنا حول عبادة الكاثوليك لمريم لماذا عبدوها من دون الله هل لأنهم اعتقدوا أنها أقنوم من أقانيم اللاهوت الآب والابن والأم لا الجواب لا بل لأنهم اعتقدوا أنها تحمل صفات وخصائص الله تبارك وتعالى وأنها تفعل أفعال لا يفعلها إلا الله تبارك وتعالى سنرى بعض طقوسهم وبعض أقوالهم التي يستغيثون فيها استغاثة شركية بمريم العزراء سنتحدث حول هذا الموضوع وحول غيره من الموضوعات في اللقاء القادم إن شاء الله لقاءنا يتجدد في مساء كل شب في الساعة التاسعة حسب توقيت أم القرى حياكم الله أهلا بكم لا تحرموني من صالح دعائكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يعمل شير يعمل شارك شارك ناس تانية ورية الموضوع وصلوا ليهم كونوا أكتب من فضلك وافق وأعدك سأعلقك على صليب الحقيقة